أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن فريق طوارئ الأمطار قام بالتفقد الميداني لمختلف محافظات المملكة للتعامل مع أي تجمع لمياه أمطار الخير فريق طوارئ الأمطار ما زال يعمل على مدار الساعة لمباشرة عمليات سحب مياه الأمطار على الفور وذلك لمنع أي تجمع لتقليل الأضرار وفي هذا الصدد لفتت الوزارة إلى استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والمتمثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني والإدارة العامة للمرور والمجالس البلدية وذلك للحفاظ على شبكة الطرق سالكة وعدم تعطل الحركة المرورية والحد من الآثار التي قد تنتج عن هطول الأمطار وأكدت الوزارة قيامها برصد مواقع تجمع مياه الأمطار وتوفير المضخات المتحركة وتوزيع الصهاريش بشكل مسبق لسحب المياه المتجمعة مباشرة وفي سياق ذاته كشفت الوزارة عن قيامها بإعادة تنظيف فتحات تصريف الأمطار والقنوات المفتوحة للحفاظ على انسيابية تصريف المياه وتنظيف وحصر نقاط تجمع المياه في المحافظات المختلفة والتي تم إدخالها في النظام وقاعدة البيانات المخصصة وذلك لوضع الآلية المناسبة للتعامل معها